موسيقى السلام عليكم ازايكم يا فنانين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير النهاردة درس جديدة نتكلم فيه عن طريقة رسم الشعر بالقلم الرصاص قبل ما نبدأ في الشرح اي حد حبيب يطبق الدرس النهاردة هيلاء الصورة دي في الجروب بتاع الفيسبوك هسيب لكم اللينك بتاع الجروب تحت في الوصف اعملوا جنون للجروب وشاركونا بشغلكم وان شاء الله اي استفسارة او اي معلومة محتاجينها مني هتلوني موجود معاكم هناك باستمرار ان شاء الله في البداية يا شباب قبل ما نبدأ نخش في الرسمة بتاعتنا لازم نعرف الاول التكنيك اللي هنشتغل بها في رسم الشعر انا بفضل في رسم الشعر ان استخدم قلم سنون من وجهة نظري او احسن حاجة ممكن ارسم بها الشعر لان طبعا كلنا عارفين ان سمك الشعراية بيبقى أقل من الملي فبالتالي مش اقدر اجيب السمك بتاع الشعراية ده الا بطرقتين ياما بقلم سنون لان السن بتاع بيكون رفيع او قلم ميكانيكي زي ما بيقول عليه بعض الناس او ياما باستخدم قلم رصاص عادي لكن لازم يكون سنه بحيث اللي هو سنه يديني برضو نفس سمك الشعراية زي ما احنا شايفين انا عملت خصلة صغيرة كده عشان نشوف التكنيك اللي هنشتغل بيه وببدأ اشتغل من الجنبين عشان اقدر اظهر اللي بيكون في مص الخصلة تاعت الشعر في طريقتين لازم ممكن اشتغل بيهم اول طريقة ان اشتغل في اتجاه واحد من الجنبين زي ما انا شايف كده يعني دلوقتي بدأت في جنب باشتغل في اتجاه واحد نحن نز Sun وهو من وجهة نظري اسهل طريقة ممكن نعمل بيه للخصلة بتاعت الشعر انا اوضحت لكم الدكنيك اللي انا اشتغلت cousin زي ما انا شايفين اندت خطيف من الجنبين وبقاننا في النص الاضاءة وهو دا دا تكنيك اللي هنوشتغل بيهveck Lemo في البداية طبعا زي ما احنا عارفين كلنا انا عملت الـ Outline عادي زي ما بنعمله دايما ما فيش أي مشكلة في الـ Outline بعمله بالطريق اللي اتنسبني زي ما بقول كل مرة إما بالـ Free Hand لو أنا بارس ادطر لو انا ما بقدرش رس الـ Free Hand وعند مشكلة في النيساo ممكن استخدم وسيلة مساعده او أي طريقة مساعدة زي طريقة المربعات مثلا وبنبدأ اول حاجة بعد ما نعمل الـ Outline بنحدد الخصل بالألم الجامع بحيس ان انا ببدع عملية التصديق بتاعتي زي ما احنا شايفين بحدد واحدة واحدة ما بستعجلش اما حاجة في رسم الشعر يا جماعة لازم تكون حركة ايدي بطيئة جدا لان اي حركة سريعة ممكن تبوضل شكل خصلة اللي انا بشتغل عليها لان خصل اللي انا اشتغلها دلوقتي معظمة فيها كيرفات يعني مش جاي مستقيمة مش خصل مستقيمة لا ايا فيها جاي بكيرفات فانا لو حركة ايدي سريعة زي ما احنا شايفين كده مش اقدر اجيب خصل مزبوطة كلها وده المطلوب مني انها تكون مزبوطة بابدأ اشتغل بالطريقة او بالتكنيك اللي انا لسا قايل عليه من شوية بعمل خصل في اتجاه واحد من اليمين الشمال او من الشمال اليمين حسب الشكل الخصلة اللي عندي بحيس يظهر لي الاضاءة في المكان المناسب حددت خصل بتاعتي وبابدأ ازلل بنفس التكنيك اللي شرحناها في اول الفيديو خصلة خصلة يعني كل خصلة على حدا مش مش سياحلين في بعض عشان يظهر لي في الاخر احساس بتاع تداخل الخصلات في بعضها يعني مش كلها تبقى خصلة واحدة لا هي كذا خصلة بس داخلين في بعض طبعا البنات تفهموا الكلامي اكتر من الولايات لانهم معرفين في التسريحات ديت وكده تعالوا دلوقتي نصور على الفيديو شوية ونلمح كده حتة او جزء بعد ما يخلص هيكون شكل عامل ازاي وبرضو لما يكون الفيديو سريع لازم تشغلوا عنيكم انا بس بس بسرع الفيديو بحس ان الفيديو المدة بتاعته ما تكونش كبيرة اوي ونزهق فبسرع ووقتي ما سرع برضو لازم تلاحظوا انا شغلت زاي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا نأتني educación اشتركوا في القناة وزي ما اتفقنا الخط او الخصلة اللي بعملها او الشعرية اللي برسمها مش مستقيمة زي ما احنا شايفين كده هي واخدى شكل كيرف بسيط وبيبدأ الكيرفي يلف معايا حسب الاوطلين اللي انا عامله برا بتاع الخصلة نفسها هزو معايا هتلاقي الموضوع بسيط جدا ما فيوش اي صعوبة بس زي ما احنا قلنا في اول فيديو الرسم للشعر اللي محتاج يدوه مش محتاج سرعة مني خالص دلوقتي انا صرعت الفيديو شوية بحيث نموت ده بس ما اتطولش منينا خالص فاحنا فهمنا الفكرة واللوقات بس ما نخلص الخصلة الكبيرة دي ونشوف شكلها في الاخر يكون عامل ازاي شوية حاجات لازم نفتكر من دايما ما ننساهمش لو هنستخدم قلم ميكانيكي اللي هو قلم السنون يفضل استجدام السن اللي هو ال .5 اللي هو اصغر رماس ده لانه بيكون رفايع وبنقدر بنجيب سمك الشعرية الواحدة زي ما احنا عارفين سمك الشعرية بيكون رفاعة جدا اهل من المالي طيب لو احنا ما عندناش قلم سنون وبنحبين نستخدم قلم من الرصاص عادي يفضل احنا نبري سنه بطريقة كويسة او ببريه كويسة لانه هو يكون مدبب جدا نقدر نجيب برضو بيه سمك الشعرية بس يعيب القلم الرصاص اللي هو مجرد ما بعمل خصلتين به او شعريتين به باضطر بريتاني لان السن المدبب ده بيتاكل مني فهيتعيبني شوية انما القلم السنون زي ما انت شايفين انا اشغل به تقريبا في كل الجزء اللي قدامكو ده طبعا مش محتاج لانه بريه او اي حاجة فبيرايح جدا بقى بفضل اشتغل زي ما اتفقنا من الجنبين من الجنب اليمين بشتغل من يمين للشمال فاتجاه واحد تنتيش ومن الشمال بشتغل من الشمال اليمين فبلاقي اللي في النص بيكون فيه الاضاءة فبقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز طيب لو انا حصل اللي انا في منطق الاضاءة ودخلت فيها برصاص لو حابب اخفف هستخدم ايه لو لاحظنا من شوية انا استخدمت استيكامونو زيرو اللي ايه ما احطته قدامكو دي استيكامونو زيرو مزيتها ان هي بسنها رفاعة جدا بقدر اجيب بها برضو الاضاءات الرفاعة خالص اللي انا ممكن غزب عني دارتها بالرصاص دلوقتي زي ما احنا شايفينها خلصت خلصت الخصلة او الكعكة اللي على الشمال كلها دي زي ما احنا شايفين كده هبدأ اخش في النص اللي هو الفرقة اللي بين الشعر دي هخش في النص الشمال اول حاجة بعملها زي ما اتفقنا انا باشوف منبط الشعر مني انا لقيت منبط الشعر من النص دايما باشتغل عكسه بحيس اللي القلم لما باشتغل به بيديني اول ما احطه على الورقة بيديني من غامق لفاتح فهو مفروض اشتغل كده ما احنا شايفين من الشمال اليمين بيحيس الفاتح بيطلع معي في منبط الشعر دايما منبط الشعر بيكون فاتح زي ما احنا شايفين كده بننفذ بالروحة اه قلم السنون اه قدامنا بقدر اجيب به لنهاية المنبط او نهاية الشعرية بحيس اللي هي كرة فايعة واتحك في شمكها طيب ايه القلم اللي استدلر اللي في ايدي ده ده قلم اسمه سيفين بي استدلر ميزة الالم ده اللي هو بيديني اللي سود للالم السنون ما بقدرش الدهوني مهما دوست عليه يعني بمعنى ان الالم السنون لو دوست عليه حتى لو يعني في اقصى حالاته ما بيطلعش لون السود المطلوب اللي هو اللي احنا شايفينه في منبط الشعر ده لا بيديني لون رماضي شوية فانا بستخدم السيفين بي دوت في الاماكن اللي فيها سواد خالص زي ما احنا شايفين كده اه اوكي اه تقريبا ما خلصت الخصلة او الفرق اللي هو على الشمال دخلت على الجزء اليمين وباشتغل بنفس التكنيك برضو تخطيف كده من اتجاه اليمين والشمال طبعا كل شغلي في الشعر بنفس الطريقة اللي انا اتكلمت فيها في اول فيديو انا قصدت اعملكم بس الطريقة بحيس ان الفيديو لو ما صرعناش الشعر ممكن ياخب منها بتاع ساعة او حاجة فطبعا مستحيل تتفرجوا على الفيديو بمدة ساعة فانا قصدت اصرع الفيديو بس هشرح لكم التكنيك اللي هشتغل بيه في البداية عشان تكونوا فاهمين ان انا شغالي ازاي زي ما احنا شايفين كده ببدأ اشتغل بالالم السنون الاول تخطيف بنفس التكنيك اه وفي الاماكن اللي فيها يعني ظل غامق خالص بقوم مدخل فيها الالم السنون بي طيب ايه البديل لالم السنون بي ممكن استخدامه فيه الالم برضو اسمه ايد بي بلاك اه استدلر ده كويس جدا ممتاز بيدين الدرجة الغم اللي انا عايزة محدش يقول له استخدم فحم على الرصاص ده طبعا ما ينفعش لان الفحم مش بيمش على الرصاص والعكس صحيح الرصاص ميمشيش على الفحم فالفكرة اننا الفكرة في القلم اليد بي او السيفي بي بلاك ان هو بيكون فحم على الرصاص فبيقبل ان هو يشتغل على الرصاص كويس فبقدر به اكمل الجزء الغامق اللي القلم السنون مقدرش يدهوني بس فالموضو سهلي جدا اه هسيبكو دلوقتي مع الفيديو برضو مصرع شوائية بحيس ان هنكسبوعة اكثر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة